وطيرة التهديدات الإرهابية في فرنسا لم تهدأ بعد بحسب الرئيس فرنسو هولند هولند يرها معركة صعبة وطويلة ضد الإرهاب غير أنه يثق في النهاية في انتصار النظام الديمقراطي في فرنسا بأسباب عدة فبحسب الرئيس فإن الألمانية والإسلام يتعايشان جنبا إلى جنب في إطالة احترام القانون الفرنسي كما أن الإرهاب لم يوفر طرفا إلا واستهدفه فقبل أن يصل إلى فرنسا استهدف مسلمين في مناطق عدة بل أن مسلمين كانوا من بين ضحايا الإرهاب في فرنسا المعركة ستكون طويلة وصعبة والإسلام يتماشى مع العلمانية كما حدث مع المسيحية وأديان أخرى وهل سيقبل الفصل بين الإيمان والقانون وهو أساس العلمانية؟ جوابي بوضوح نعم التحقيقات مع الإرهابيين لم تنتهي بعد حيث تواصل الشرطة الفرنسية استجواب صلى عبد السلام المشتبه به الرئيسي في احتداءات 13 من نومبر في قصر العدل تحت حراسة مشددة ولكنه ما زال ملتزم الصمت ويرفض نصف كاميرات المراقبة في سجنه الإنفرادي وآخر التهديدات الإرهابية واكتشاف سيارة بيجو تحتوي على سبع استوانات غاز كانت تقف بجانب كاتدرائية نوتردام بالحي اللاتيني وقام أحد العاملين بالقرب من هذه الكاتدرائية بإبلاغ الشرطة السيارة كانت واقفة هنا بجانب عملي ورأيت قوارير الغاز قمت بإبلاغ شرطتي على الفور الشرطة الفرنسية قامت بإلقاء القابض على صاحب السيارة وصديقته واتباح أنهما مطلوبان لأجهزة الاستخبارات الفرنسية اطلعت على حتيات الحادث ومكافحة الإرهاب تخم بالتحقيق بالتعاون مع الشرطة ونحن نبحث عن أشخاص آخرين شاركوا معهم رغم أنهم لم ينفذوا جريمتهم خيوط العملية لم تكتمل بعد حيث ألقت الشرطة الفرنسية القبض على شاصين آخرين في قضية السيارة المحملة باستوانات الغاز ووضعتهما رهن التحقيق ورفعت من جهزيتها في جميع المناطق الفرنسية أجراءات أمنية في أعلام سوياتها تحسبا من أعمال الإرهابية قد تستهدف البراكز السياحية وبعض المراكز الحساسة والرئيس الفرنسي يؤكد بأن المعركة مع الإرهاب ستكون طويلة وصعبة ويطالب المجتمع الفرنسي بالوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية للانتصار على قوى الإرهاب سعد المسعود العربية باريس ترجمة نانسي قنقر